الحمد لله الحمد لله القائل في كتابه العزيز هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة بلغ الرسالة وأدى الأمانة وقال صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قطأ خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد حيث يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز هو الذي جعل لكم الأرض ذلولة سهلة هيّنة طيّعة مسخّى للإنسان فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه لم يقل صبحانه أقعد في أماكنكم وكلوا من رزقه وإنما قال فامشوا في مناكبها وكلوا امشوا لتأكلوا اسعوا وكلوا اعملوا وكلوا اجتهدوا وكلوا أتقنوا وكلوا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ويقول صبحانه والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم زلّل لكم الكون كله أخرج منها هو الذي أخرج وهو الذي أنبد أخرج منها ماءها حتى ما ينزل من السماء من ماء فإنما خرج منها وإليها عد أخرج منها ماءها ومعاها والجبال أرساها ما تاعا لكم ولأنعامكم ويقول صبحانه والأرض فرشناها فنعم الماهدون ويقول صبحانه والأرض وضعها للأنام فيها فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحبّز العصف والريحان فبأي آلاء ربكم تكذبان وكأن الله عز وجل يُسقط عنا أي عُزع في بالتقاعس عن العمل مهد الأرض بسطها سواها سحّلها زلّلها مهدها لنعمل فيها ولنأخذ بأصل الأسباب ثم يأتي ديننا ليحث على العمل فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داوود عليه السلام كان يأكل من عمل يده وفي رواية وإن نبي الله داوود عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده بإسلوب القصر لماذا خص نبينا صلى الله عليه وسلم سيدنا داوود دون سواه من الأنبياء مع أن الأنبياء جميعا يعملون وكان سيدنا نوع عليه السلام نجان وكان سيدنا داوود حدادا وما من نبي إلا وعمل عملا لحياته وأمر دنياه ليعيش منه وليعف نفسه عن الحرام وليأكل من عمل يده لماذا خص نبينا صلى الله عليه وسلم سيدنا داوود لأن داوود عليه السلام كان ملكا نبيا كان ملكا واسولا ونبيا أي أنه لم يكن يعمل من الحاجة أو كان في حاجة إلى المال فقد كان له من الملك ما يكفيه ولكنه مع ما أوتي من الملك وكان ملكا نبيا كان يعمل لعز العمل ولشعاف العمل وكما كان الإمام علي رحمه الله يقول لحمل السخة من قمم الجبال أحب إلي من منن الرجال يقول الناس لي في الكسب عيب فقلت العيب في زل السؤال ماذا كان يعمل سيدنا داوود عليه السلام وهو الرسول والنبي والملك كان يعمل في مهنة من أصعب المهن في مهنة الحداد ومهنة الحدادة ورب العزة يقول وعلمناه صنعة لبوس لكم علمناه صنعة الحديد وعلمناه صنعة لبوس لكم الضروع الحديد لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون قائد حفظ التي نقع بها وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم ما الذي يحصن؟ هناك قائد في روايات أخرى ليحصنكم أي الضروع أو اللبوس وفي قائد لنحصنكم نحن بأخذكم بالأسباب في قائد حفظ لتحصنكم الصنعة أي أن العبى ليس بمجرد لبس الضروع وإنما بالضروع المتقنة فعلى كل صانع أن يتقن صنعته لتحصنكم هي أبدأ ما يعود على الصنعة أي لتحصنكم الصنعة المتقنة وكأن القرآن يقول عليكم أن تتقنوا صنعتكم كما أتقن داود عليه السلام صنعته ويقول صبحانه وألنا له الحديد أن أعمل سابغات الدروع التم المحكمة وقدر في السرد أحكم صنعة الدروع وأعملوا صالحا إني بما تعملون بصير فتحية لكل عامل وتحية لكل صانع وتحية لكل زايع غير أن التنمية الشاملة لابد لها من قوة تحميها ومن هنا كان عمل سيدنا داود في صناعة الضروع والسيوف وصناعة الحديد لاقتصاد لابد له من قوة تحمي والقوة لابد لها من اقتصاد قوي يبنيها فالعلاقة علاقة طاضية والتنمية الشاملة تشمل تنمية الإنسان وتنمية العمان وتنمية القوة المتمثلة في الجيوش الوطنية فتحية أيضا لقواتنا المسلحة الباسلة وتحية لسلطتنا الوطنية ولعيون الوطن السائرة على حمايته على الحدود أو في الداخل تحية لجيشنا الوطني الأبي الذي يحمي ولا يبخي تحية لجيشنا الوطني الذي يحمي ولا يبخي ولكنه نار تحرق المعتدي ومن يفكر في الاعتداء على أرضنا أو وطننا أو عرضنا أو حقوقنا الوطنية المشروعة نسأل الله العلي العظيم أن يحفظ مصر وأهله من كل سوء ومكروه توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية الحمد لله وكفأ وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اهتدى وبعد فإن الدين الحقيقي هو فن صناعة الحياة لا فن صناعة الموت كما تفعل الجماعات المتطرفة مهمتنا عمارة الدنيا بالدين وليس تخريب الدنيا باسم الدين ومن هنا كان موضوع خطبتنا اليوم التنمية الشاملة والتنمية الشاملة هي التي تشمل الإنسان ثقافة ووعيا وصحة وتعليما ومواجهة للشائعات وبناء إيمانيا وأخلاقيا وسلوكيا وثكريا صحيحا وتشمل البنيان والعمران ومن التنمية الشاملة ما نحن فيه اليوم هذا المسجد الذي كان زاوية صغيرة فتحول إلى مسجد كبير وتحولت المنطقة كلها من منطقة كانت عشوائية سواء في الجزء الذي نحن فيه بمدينة العمال بمحافظة المينيا أم في الجزء الملاصق المسمى الآن بعوضة محفوظ في إطار خطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة بتحويل جميع العشوائيات والمناطق الخطأ إلى مناطق آمنة تليق بحياة آدمية وإنسانية هذا جزء من التنمية الشاملة وفي عمق التنمية الشاملة تلك المباداة التي أطلقها سيادة الرئيس بالتنمية الشاملة للغيف المصري ونحن اليوم في محافظة المينيا بمناسبة عيدها القومي أكد السيد المحافظ أن هذه المباداة مباداة تنمية الرئيس المصري تنطلق في خمسة مراكز وأكثر من مائة وتسعين قرية في محلتها الأولى وهكذا في سائر المحافظات هذه التنمية الشاملة وأختموا ولا يمكن أن يفوتني ونحن في يوم هام هو يوم أطلقه المجتمع ليوم اليتيم والعناية باليتيم وهو في عمق التنمية الشاملة فالتنمية الشاملة هي التي تعنى بجميع الأبناء الوطن وبجميع طبقاته بالعواصم القديمة للمحافظات وبالمدن الجديدة بالريف وبالحضر وتعنى بالضعفاء قبل الأقوياء ومن العناية بالضعفاء العناية بالأيتام والمساكين هذا هو يوم اليتيم ونؤكد على أمرين الرسالة الأولى رسالة تحذير لكل من تسول له نفسه أن يعتدي على مال اليتيم أو ينال منه نذكره بقول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتام ظلمة إن الذين يأكلون أموال اليتام ظلمة إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا فإياكم وأموال اليتام الرسالة الثانية والأخيرة في لقائنا الوصية بالأيتام كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إبغوني في الضعفاء اطلبوا لي الضعفاء هاتوا الأيتام المساكين وهل تنصرون وتعزقون إلا بضعفائكم ويقول صلى الله عليه وسلم أن ومراءة سفعاء الخدين أصر الشحوب على وجهها من العمل على أيتامها هكذا في الجنة وأشار بإصبعي السبابة والوسطى إمراءة آمت حبست نفسها على يتاماها لم تتزوج عليهم لم تتزوج بعد وفاة والدهم حبست نفسها على أبنائها حتى بانوا كبعوا أو ماتت ويقول صلى الله عليه وسلم أنا أول من يفتح باب الجنة أنا أول من يحرق باب الجنة فإذا مراءة تسابقني تبادرني تريد أن تفتح معي فأقول من أنت أيتها المراءة فتقول أنا مراءة تأيمت على أيتام لي وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها جاءتني مسكينة ومعها ابنتان صغيرتان فأعطيتها ثلاثة طمرات فأعطت كل بنت طمرة أعطت البنت التي عن يمينها طمرة والبنت التي عن شمالها طمرة وغفعت الطمرة السالسة إلى فمها فاستطعمتها ابنتها نصرت البنتان إلى أمهما فلم تأكل منها شيئاً أغزت الطمرة من على فمها وشقتها نصفين وجعلتها بين ابنتيها تقول السيدة عائشة رضي الله عنها فأعقبت بصديعها فزكعت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبتسماً إن الله قد أوجب لها بها الجنة بالطماخ التي قسمتها بين ابنتيها إن الله قد أوجب لها بها الجنة وأعتقها بها من النار إمراءة حبست نفسها على يتماها حتى بانوا أو ماتت الرحمة 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 بالضعفاء فهل تنصون وتعزقون إلا بوجود هؤلاء الضعفاء بينكم الأوطان تقام بضعفائها والبيوت تفتح بضعفائها وترزق بضعفائها إبغوني في الضعيفين نسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا حسن الفهم لديننا وأن يغيأ لنا من أمر عشدا وأن يحفظ مصر أعلى من كل سوء اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته ولا همّا إلا فرجته واغفا اللهم لنا والإخواني الذين سبقون بالإيمان ويعبد الله أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقع ترجمة نانسي قنقر